سبحان الله للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهو أبين أنسى من الجنة علينا لجناح الأشواق آتينا للقاء الأحباب سعينا لجناح الأشواق آتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهو أبين أنسى من الجنة علينا 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 المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك وحلقة جديدة من برنامجكم المسابقة القرآن في رحاب القرآن يا أمتي عودي إلى القرآن واستمسكي بشريعة الديان هو قول رب العالمين وخيره اللفظ والمعنى من الرحمن عضي عليه بالنواجذ إنه والله من جات من الخسران أحييكم في بداية هذه الحلقة وأرحب في مستهلها بأعضاء لجنة أو بلجنة التحكيم معنا بداية برئيس لجنة التحكيم الدكتور خالد الكبودي رئيس اللجنة أهلاً ومرحباً بك وكذلك نرحب بالشيخ غازي البكيلي عضو اللجنة أهلاً ومرحباً بك وكذلك نرحب بالشيخ الدكتور باسم الحبشي عضو اللجنة أهلاً ومرحباً بك كل عام وأنتم بخير وحياكم الله في هذه الليلة المباركة ونرحب أيضا بالمتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة أربعة من المتنافسين في هذه الليلة سيغادرنا في هذه الليلة متسابق واحد بينما الثلاثة سيتأهلون إلى المرحلة القادمة إذن نستمع إلى المتسابقين معنا في هذه الليلة ويعرفون بأسمائهم والبداية من على يميني تفضل أخي الكريم عرف بنفسك حسين محمد عبدالعوضان محافظة حضرموت اليمعية الخيرية تعليم القرآن الكريم حياك الله أخي حسين ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله تفضل أخي الكريم أحمد محمد عبدالحبيب علي محافظة عدن جمعية الحكمة اليمانية الخيرية حياك الله أخي أحمد ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح في هذه الليلة المباركة وكذلك نرحب أيضا بالمتسابقين معنا هنا على يساري تفضل أخي الكريم عرف بنفسك الاسم بدر عبدالله حدر القائد من محافظة لحج مركز ترتيل القراءة المتواترة حياك الله أخي عبدالرحمن ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله تفضل أخي الكريم تعريف بنفسك الاسم علي ثابت حسن باحاج من محافظة شبوه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم حياك الله أخي علي ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح وبالتأكيد لكل فائز مشاهدين الكرام في هذا المضمار القرآني إذن الكلمة الآن للجنة التحكيم والجولة الأولى للمتسابقين معنا وتفضل دكتور خالد لطرح السؤال الأول في الجولة الأولى سبحان الله سبحان الله مقرب بيتنا مقرب بيتنا مقرب بيتنا مقرب بيتنا مأرب بيتنا مأرب بيتنا هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الليلة الثالثة من ليالي شهر رمضان المبارك وباسمكم نرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة وهم حسين بعوضة وأحمد محمد عبد الحبيب وبدر عبدالله حيدرى وعلي ثابت باحاج أرحب بهم جميعا ونتمنى لهم التوفيق والسداد في هذه الليلة المباركة وسنبدأ بالطالبين حسين محمد عوض بعوضة من محافظة حضرموت وأهلا وسهلا به ومعك خمسة من الأسئلة اختر أحدهما من واحد إلى خمسة سؤال الثالث الثالث مرحبا بك وسنستمع وإياك إلى هذا السؤال من شيخنا الدكتور باسم حفظه الله تعالى فليتفضل إزاكم الله خيرا فليتفضل بقراءة السؤال من قوله تبارك وتعالى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيَنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله وفقك الله عسين وزادك من فضله ونأتي الآن إلى المتسابق الثاني وهو أحمد محمد عبد الحبيب علي من محافظة عدن فأهلاً وسهلاً بك وإلى شيخنا أيضاً الشيخ باسم بعد أن تختار بقي معك السؤال الأول والثاني والرابع والخامس فأيها؟ الخامس الخامس تفضل شيخنا دكتور باسم لإلقاء السؤال على المتسابق الثاني فليقرأ لنا الأخ أحمد من قول الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب الشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المؤمنون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله أفقكم الله وأسعدكم سبحان الله سبحان الله إذن بارك الله في المتسابقين في الجولة الأولى حسين وأحمد ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وبرك الله في لجنة التحكيم القرآن يشفع لأهله يوم القيامة وهو خير أنيس وجليس ومن ألفه ما تركه ولكن إلفه لا يأتي إلا بعد مجاهدة وصبر حتى يتحول إلى لذة لا يريد صاحبها أن يقطعها واسألوا من لزم المصاحف آناء الليل وآناء النهار يخبروكم عن ذلك المشاهدون الأكارم نبقى وإياكم لمتابعة قصة من قصص نجاح قرآنية ومن ثم نعود للجولة الثانية من سباق هذه الليلة هذه الفقرة برعاية رجل الخير والإحسان صالح محمد عبد رب الطاطم ترجمة نانسي قنقر موسيقى سبحان الله هذه الرحام تبارك الرحمن فيها الهدى والنور والإيمان أن نوح تضم أفاته الاسم سماع لي محسن باقي من محافظة الجوف أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد أعمال حاليا مدرسة في مركز نور الهدى في الروضة محافظة مارب في البداية أصلا ما درست مدرسة يعني درست إلا أشهر بسيطة كمحومية وبدأت أحفظ يعني شوية كان في صعوبة بالحفظ وبعدين يعني تعلمت شوية كذا قرأة كتابة يعني أنا أفصل بين الحروف أقدر أحفظ لحالي وشجعتني واحدة صاحبتي كأدخل تحفيظ قرآن يعني ما كان عندي أي فكرة عن مراكز التحفيظ ودخلت وبعدين أتوفقت بالأستاذة نباتة الصلاحية شجعتني هي للحفظ الله يزيها عني كل الخير إن شاء الله كنت أسمع من الشريط يعني تلقينا وكانت الأستاذة نباتة عينني بالحفظ بدأت مباشرة يعني في المركز على طول وحفظت خلال تسعة شهور والله الحمد ختمت في 2010 ومسكت على طول حلقة التحفيظ وشجعني أبي الله يرحمه أمي أخواني خواتي يعني كل العائلة المحيطة بي والله الحمد زميلة الأستاذة سماح العمل في المركز يعني سويا الأستاذة سماح إحدى المدرسات الرائعة فعلا لها 12 سنة في مركز نور الهدى طبعا لها منجزات كبيرة جدا لها 12 سنة تعمل في هذا المركز يعني من المؤسسات التي أسسين مركز نور الهدى وهي مثال للنضال في هذا المجال سبحان الله هذه الرحاة متبارك الرحمن فيها الهدى والنور والإيمان اللوح تضم أفعتني بالروح فهنا معي بالروح يا ضمآه كي لا لحاة بالذكر والقرآه الحلقة حقي يعني من الطالبات اللي هي بسكتها من البداية يعني ختم ثلاث طالبات والله الحمد في طالبات وصلت للعشرين في للخمسة والعشرين بس بسبب الظروف يعني اضطر الأغلب النقل يعني ينقلوا للجفينة للمطار لا مكان ثاني فيضطر يواصلوا يعني بعيدا حافظة القرآن هي غير عن أي فتاة ثانية يعني البنت اللي تحفظ القرآن تكون غير يعني بأخلاقها بأدبها بمشيتها بحركتها بمدرستها يعني تكون دائما متفوقة في الدراسة طبيعي يعني أنه حاليا خاصة إذا كان شخص غير متعلم صعب أنه يصل إلى مرحلة وصلت له مثل الأستاذة سماح فلذلك يتعتبر نموذج للمثابرة والإصلا لأنه محال أنها تصل إلى ما وصلت إليه بدون جد ومبذول يعني خارق عملها متقن وهي محبوبة بين زميلاتها سواء ولا بين طالباتها رسالتي لكل أم أب أخ أخت يعني كبيرة في البيت أنه مشجعوا لهم على حفظ القرآن سواء كانوا صغار يعني في عمر مثلا بعد الخمسة السنين هذا العمر عمر مناسب لحفظ القرآن يعني تحس أن الطفل يحفظه ويثبت معه الحفظ وإذا كان يعني شخص كبير أكيد ما يمنع من أنه يحفظ القرآن الكريم لأن الله عز وجل يعينها على هذا الشيء في معي طالبة عمرها تجاوزت ثمانينات الآن هي بالجزء الثالث تتحفظ وهي أمية أصلا نصيحتي لأي بنت أو أمرها سواء كانت أمية أو متعلمة أنها تلتحق بمراكز التحفيظ لأن أصلا فيها بركة في الوقت بركة في العمر بركة في البيت مع العيال مع الزوج مع الأهل معه يعني الكل يتفهم معها الكل متعامل معها بحب باحترام بتقدير حتى ولو كانت أمية يعني نشجع الأميات لهذا الشيء والآن في وسائل في التلفون في مثلا القلم القارئ في أشياء كثيرة أنه يتعين الطالبة على حفظ القرآن الكريم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى المشاهدون الأكارم كما تابعنا وإياكم هذه القصة العظيمة وبالتأكيد إن شاء الله ستكون قدوة لكل الأسر ولكل المتابعين لمثل هكذا قصص ناجحة وهي من قصص القرآن الكريم فتنزلت آي الكتاب صريحة تأس الجراحة وتمسح الأحزان وتزيح أستار الغيوب عن التي في بضع أعوام تشب عوانا المشاهدون الأكارم عودة إلى الجولة الثانية من سباق هذه الليلة ومرة أخرى إلى لجنة التحكيم لطرح سؤال الجولة الثانية للمتسابقين معنا على يساري ويتفضل المشايخ الأفاضل لإدارة الجولة الثانية مشاهدين الأعزاء نشكركم على طيب متابعتكم وبقائكم معنا مع القرآن الكريم في هذه الدقائق المباركة ننتقل بحضاراتكم إلى المتسابقين الأخيرين معنا في هذه الحلقة ونبدأ بطالب بدر عبدالله حيدرة من محافظة لحج مرحبا بك وأهلا وسهلا بك بقي معك السؤال الأول والثاني والرابع فأيها تختار ثاني ثاني نستمع إلى شيخنا الشيخ غازي البكيلي ليطرح السؤال على الطالب الثالث تفضل مرحبا بالمتسابق بدر وليقرأ لنا من قول الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أحسنت وبارك الله فيك وفقك الله ما شاء الله عليك يا بادر زادك الله بن فضله ويسر أمرك ننتقل إلى المتسابق الثاني والأخير في حلقتنا هذه وهو علي ثابت باحاج من محافظة شبه بقي معك يا علي السؤال الرابع والأول فأيها تختار الرابع تفضل يا شيخ غزي ألقي عليه السؤال يتفضل الطالب علي باحاج وليقرأ علينا من قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أحسنت وفقك الله ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا وزادكم الله من فضله سبحان الله بارك الله في المتسابقين في الجولة الثالي بدر وعلي وبرك الله في لجنة التحكيم للتذكير فقط مشاهدين الكرام أن التنافس والتصفيات في هذا البرنامج بالتأكيد سيتبين لنا في آخر هذه المسابقة في آخر أيام شهر الرمضان المبارك الفائز بالمركز الأول وجائزة المركز الأول مليون ريال والفائز كذلك بالمركز الثاني وجائزة المركز الثاني مليون وخمسمائة ألف ريال والفائز بالمركز الثالث وجائزة هذا المركز مليون ريال وكذلك المركز الرابع وجائزة هذا المركز خمسمائة ألف ريال وكما تلاحظون سيغادر في هذه الليلة مشارك أو متسابق واحد فقط والثلاثة سيتأهلون إلى المرحلة القادمة إذن مشاهدين الكرام وحتى نعطي فرصة أكثر للجنة التحكيم لتجهيز النتيجة النهائية في هذه الليلة المباركة نذهب إلى استراحة هذه الحلقة والفقرة الفنية الهادفة نتابع سبحان الله سبحان الله بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن سبحان الله بجناح الأشواق بجناح الأشواق أتينا بلقاء الأحباب بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشوال القرآن بالقلب العظائب الهجدان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان الله 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 سبحان الله عطر صباحك والمساء بنافحة من آية تجلو صدى الأجفاء عين امرئ لم تكحل بصطوره معدودة في زمرة العميان معدودة في زمرة العميان رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب العظائب الهجدان رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب العظائب الهجدان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان الله 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 سبحان الله سعدت به أمم مضت بطريقه الله 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 سجنت ثمار العز بعد هوا الله الله سجنت ثمار العز بعد رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب العظائب الهجدان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان فهو الضياء إذا سريت بناته كان الدليل لجنة الرضوان الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أهلا بكم من جديد هذا كتاب الله يا قوم رجعوا لرياضه الفيحاء كل أواني فتلوه في فهم يزيح عن النهى رهج الشكوك وعقدة الحيران إلى فقرتنا التالية مشاهدين الكرام وهي فقرة خاصة بمعالم وأعلام يمنية وهي فقرة ميدانية والزملاء في الميدان وسؤال هذه الليلة نتابع سبحان الله سبحان الله جناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب السلام أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة معالم وأعلام من هنا من مدينة مأرب من شارع صرواح وسؤال الميدان يقول أحد القبائل اليمنية عندما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نحن بنوا آكل المرار من هي هذه القبيلة نتابع من سيكون الفائز بجائزة السؤال لنقاء الأحباب سعينا لجناح الأشواق معي سؤال إذا جبت على تحصلنا للجائزة إن شاء الله جاب من هم بنوا آكل المرار؟ أستعلم بصدي حاول أسألك عن قبيلة تسمى ببني آكل المرار ما أدري والله من هم بنوا آكل المرار؟ بنوا آكل المرار نعم ما أدري والله إذن فرصة قادمة شكرا جزيلا أسألك عن قبيلة يعني تسمى نفسها بني آكل المرار بني آكل المرار؟ نعم ما قد مرتش إذن ما قد رتش على هذا الوعلوم إذن فرصة قادمة شكرا إن شاء الله السلام عليكم أسألك عن قبيلة تسمى أو تعرف ببني آكل المرار قبيلة كيندا قبيلة من؟ نعم قبيلة كيندا هي قبيلة يمنية من أين؟ إحدى قبائل حضرموت نعم إحدى قبائل حضرموت قوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة كيندا الحضرمية اليمنية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نحن بنوا آكل المرار إجابة سليمة حصلنا عليها هنا في جامعة إقليم سبا من الأخت؟ ذكرة من الأخت ذكرة ألف ألف مبروك وحصلت على جائزة مالية مقدمة من مجموعة جابر بن حيام في علم الصيدلة ألف مبروك شكرا إنها من أكثر المناطق اليمنية التاريخية التي ما زالت تحتفظ بإسمها وأهلها ومدنيها منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف سنة ليست سوى حضرموت أرض الأحقاف وإرم أرض اللبان والبخور والحرير والموانئ التجارية الهام حضرموت التي كانت حدودها تمتد قديما من عدن غربا إلى عمان شرقا ومن بحر العرب جنوبا إلى الربع الخالي شمالا وبقيت على هذا النحو إلى العصر العباسي وإذا أردت معرفة بعض أهلها ستجد أعلاما كامرأ القيس ووائل بن حجر وجرير البجلي وأبي العلاء الحضرمي وعبد الرحمن الغافقي مرورا بابن خلدون والمتنبي وصولا إلى علي أحمد باكثير وعبد الله بالخير وغيرهم المئات إن لم نقل الآلاف من الرموز الحضرمية في كل المجالات أما إذا اقتصرنا على عهد النبوة والخلافة سنجد أن أهل حضرموت قد أحبوا الإسلام واعتنقوه طواعية منذ سنينه الأولى حيث بدأ توافدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منذ السنة السادسة للهجرة وعلى رأسهم زعمائهم الذين أصبحوا من كبار الصحابة كوائل بن حجر وجرير البجلي وقد قدم وفد منهم يناهز الثمانين رجلا من قبيلة كيندا قائلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بن آكل المرار يرأسهم الأشعة بن قيس الذي تزوج فيما بعد أم فروى بنت أبي قحافة أخت الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين ونحر يوم زواجه منها مئات الإبل والمواشي حتى دخلت اللحوم كل بيت من بيوت المدينة فشبهوا ذلك اليوم بيوم عيد الأضحى وكان لأهل حضرموت حضور مميز في الفتوحات الإسلامية سواء بسيوفهم مع الجيش أو بأخلاقهم في أثناء رحلاتهم التجارية حيث أوصلوا الإسلام إلى بلدان لم يصلها بعد كإندونوسيا وماليزيا وسنغفورة وتيلندا وبورما والهند وزنجبار والصومال وإثيوبيا والفلبين وغيرها من البلدان التي كان لهم فيها حضور تجارية أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع شكرا جزيلا لزملاء في الميدان وتهانين للفائز بالجائزة الميدانية ونتمنى حظ أوفر لكل المشاركين في الميدان وعودة إلى الأستوديو ولم يتبقى إلا إعلان النتيجة النهائية لهذه الحلقة والكلمة الآن للجنة التحكيم لنتعرف من الذين سيتأهلوا في هذه الليلة إلى المرحلة القادمة ومن الذي سيغادر وإن كان المغادر بلا شك هو فائز بحفظه لكتاب الله عز وجل وإلى لجنة التحكيم مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى سماع نتيجة هذه الليلة ولا تزال المنافسة على أشدها والفوارق فعلا فوارق بسيطة حصل الطالب الأول حسين محمد عوض باعوضة في الحفظ على خمسين من خمسين وفي التلاوة على سبع وأربعين درجة وثلاث وثمانين في المئة مجموع درجاته سبع وتسعون وثلاث وثمانون درجة وثلاث وثمانين في المئة أما المتسابق الثاني أحمد محمد عبد الحبيب علي فقد حصل في الحفظ على ثمانين وأربعين فاصل ثلاث وثلاثين وفي التلاوة على تسع وأربعين فاصل ستة وستين ويكون مجموع درجاته سبع وتسعون تسعون وتسعون في المئة أما المتسابق الثالث بدر عبد الله حيدرة فقد حصل في الحفظ على خمسين درجة من خمسين وفي التلاوة حصل على تسع وأربعين درجة فمجموع درجاته تسعون وتسعون ويكون هو الأول في حلقة هذه الليلة أما المتسابق الأخير وهو علي ثابت باحاج فحصل في الحفظ على خمسين درجة من خمسين وفي التلاوة على سبع وأربعين درجة فاصل ثلاث وثلاثين بمعنى أن مجموعه سبع وتسعون درجة فاصل ثلاث وثلاثين ويكون هو الذي سيغادرنا في هذه الحلقة موفقا مشكورا والتوفيق إن شاء الله للجميع مع شكرنا للمشاهدين الأكارم وللطاقم على حسن المتابعة نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى كل خير إذن بارك الله في مشاهدنا الأفاضل وفي حفاظ كتاب الله المتنافسون في هذه الليلة المباركة وكما هو وضع من خلال إعلان النتيجة من قبل لقينة التحكيم فإن الذي سيغادر هذه الليلة هو يا دكتور خالد علي ثابت باحاج هو الأخ علي ثابت ونتمنى له التوفيق والنجاح وبلا شك أنه فائز بحفظه لكتاب الله عز وجل ولكن هذه طبيعة المنافسة حتى يتبين لنا في آخر شهر رمضان المبارك من الفائزين بالمراكز الأربعة المركز الأول والثاني والثالث والرابع إذن يتفضل الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى الاستوديو لتسليم الجائزة وشهادة المشاركة للذي سيغادرنا هذه الليلة سبحان الله سبحان الله حياك الله شيخ صالح وتحية لكم من خلالك لكل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم على جهودكم المبدولة لإنجاح هذا البرنامج حياك الله حياك الله إذن كما أعلنت النتيجة شيخ صالح من قبل لقنة التحكيم فإن الذي سيغادر دكتور خالد الذي سيغادر الليلة هو الأخ علي ثابت يتفضل الإسلامي جائزة مالية مقدمة من مكتب النظافة والتحسين بمحافظة مارب وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى ويعطيك الصحة والعافية وينفع الله بك إذنك نشاء الله إذن بارك الله فيك وشكرا لك الشيخ صالح الحواني وشمنى أيضا للمتسابقين الذين تأهلوا التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة وبرك الله في مشايخنا الأجلاء أعضاء ورئيس لقنة التحكيم إذن مشاهدين الكرام غدا في نفس الموعد نلتقي على بركة الله مع حلقة جديدة ومع حفاظ كتاب الله عز وجل حتى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله سبحان الله بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهو بي أنسى ما الجنة علينا بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشواق أتينا أنسى ما الجنة علينا أنسى ما الجنة علينا أنسى ما الجنة علينا ترجمة نانسي قنقر